بل عجبوا أن جاءهم وانذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفي بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرا لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد فأنا لا ، but they marvel i.e. the Quraysh and it is because they marveled that Allah made this oath they marveled when they were told they will be resurrected after death he said in fact the Quraysh among whom Yubay and Amaya the sons of Caliph Manbaye and Nebi the son of Hajjaj marveled that a warner a warning messenger of their own from their own lineage hath come unto them and the disbelievers the disbelievers of Mecca Yubay, Bumaya, Manbay and Nebi say this which Muhammad says i.e. that they will be resurrected after death is a strange thing for he says كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسمس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبر الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد جيد This is the guarded tablet wherein is recorded their death, stay in the grave and resurrection on the day of judgment. بصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد nay but they the Quraysh have denied the truth Muhammad and the Quran when it came unto them this is the second clause of the oath i.e. by the noble and glorious Quran Muhammad has brought them the Quran therefore they are now in troubled case they are in error it is also said that this means they are confused and it is also said this means they are in disagreement some of them believe while others do not يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ وتقول هل من مزيد يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدُ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدُ هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ أَوَابٍ حَفِيًّ هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ أَوَابٍ حَفِيًّ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم شد منهم بطشا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيِّصُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَ السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدُ Have they, i.e. the disbelievers of Mecca, not then observed the sky above them, above their heads, how we have constructed it, without pillars, and beautified it, and beautified it with stars, and how there are no rifts therein, and how there are no rifts, cracks or defects therein. And the earth have we spread out, over water, and have flung firm hills, firm mountains, so that it does not sway, therein, on the earth, and have caused of every lovely kind to grow thereon, and have caused of every kind of seemly appearance to grow thereon. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُّهُوبِ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودُ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيمٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ يَوْمَ تَشَقَّقُوا الْأَرْضُ عَنْهُمْ صِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارُ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدُ A vision, so that you may see, and a reminder, a lesson so that you may learn from it. It is also said, a vision means an admonition and reminder means reflection, for every penitent slave, who turns to Allah and his obedience. And we send down from the sky blessed water, rain blessed with vegetation and benefit from which all things derive life, whereby we give growth unto gardens and the grain of crops, all kinds of grain that are harvested, so that you may be giving your love about Saturday